اليوم يونس محمود وتركه للمنتخب شون نشوفه؟ يعني بهيش مباراة ما نحتاج يونس؟ أقول لك معلومة؟ اي قل لي معلومة راح أقول لك معلومة قل لي معلومة يعني هم من ظلم يونس للأمانة بها طبعاً الناس اتهمت لأن تتزامنت مع الانتخابات لا أنا عندي معلومة غير شوني يا المعلومة؟ المعلومة عندي أنه يونس عنده مشكلة بالأمانات وممنوع للدخل للأمانات لكن يقولون هذا فندت هذه الجوارة لا أنا هاي المعلومة مؤكدة مؤكدة؟ اي معلومة مؤكدة فلن نظلم الرجل ونقول أنه هو ترك المهم يعني حتى نكون أساني ممكن أنه نتحدث بإيجابيات يونس بإيجابيات الرجل فلن نظلم بهذه الطريقة عندما نسأل يونس ونعرف شون السبب هو كان مفروض يوضيح يصير صعب يقولك أنا ممنوع لا لا بهاتب قضايا لأسباب خاصة هم إحراج هسا مو دفاعاً عن الرجل لكن أنا أعتقد أنه ما يترك المنتخب لو ما كان يتوقع أنا أتوقع أنا ليش لا أسأل على هذا السؤال أنا أتخيل يونس محمود ممكن يأثر ممكن يكون مؤثر على اللاعب المنتخب أنا عندي معلومة مؤكدة بسبب المنع أما أن يكون يونس محمود يلعب دور إعداد الفريق نفسي أنا أعتقد هذا الموضوع أكبر من يونس للأمانة يونس ما زال شاب يافع يعني وهذا الموضوع يحتاج لإنسان عنده خبرة بالحياة وأنا أهسم من اختارت لك سميت اسم مثل ناجح مود لأنه اسم مجرب بهذا ولدي خبرة وعمرك بي ويعرف نعم تحياتنا إلي لا يمكن أنه الموضوع ينحصر باسم مثلا فقط سيد ناجح مود لا أي شخص إلى القدرة هو أفضل طبيب نفسي مختص بالعلم النفس الرياضي مو أكو مادة تدرس في كلية التربية الرياضية اسمها بين قوسين علم النفس الرياضي ويدرسوها الأكاديميين والدكاترة زيناع ليش ما نجيبهم مو أحنا قلت لك مدام نشتغل مثل العالم نشوف إحنا قلت لك مدام أنه إحنا مفتقدين هذا الموضوع على الأقل المجرب المجرب إنسان مجرب وشفناه أنه أدي دور بهذا الجانب على الأقل عندي رسالة أقرأها وأريداراكم بها ورح أبلي شوي سيد حسام